أرقام فلكية في عقارات بغداد دفعت بعربة الأسعار ووصلت بها إلى أكثر من أربعة آلاف دولار للمتر الواحد في بعض المناطق السكنية وأكثر من خمسة عشر ألف دولار للمتر في الأماكن التجارية والمفاجأة أن نسبة الشراء كبيرة جدا المشكلة العروض قليلة والإقبال كثير يعني دائما تدري هنا أول ما يشتري من يجي يشتري يربح ثاني يوم يربح لأنه دائما يوجد طلب دائما محتاجين عقارات وتدري الناس المترفة أو اللي عندها فلوس هذه منطقة حلوة أو هادئة أو ناس محترمين الأسعار حاليا المتر السكني بالأربعة آلاف أربعة آلاف وخمسمية أربعة آلاف وخمسمية دولار التجاري وصل حتى دفتره نص دفتره ستين ورقة تقريباً هيتشي عشر شراء هاي دا حتى يكي مساحات مئتين مئتين وخمسين أما الأثمانيات لا داعش اطناعاش هيتشي أسعرها ليسوا مواطنين عاديين من يشتروا هنا ويستثمروا بل إنها أموال غير شرعية تغسل وتبيض وتدفع مهما على السعر بعد أن سحبت من المصارف الدولية بسبب الأزمة الاقتصادية مرجعها وكما يشاع لمتنفذين في تجارة المخدرات أو صفقات الفساد فوجدت مكاناً آمناً وقانونياً وبلا رقابة طبعاً هاي موضوعة سياسية واقتصادية عالمية هناك أشخاص خاصة اللي كانوا يعني حصلوا على أموالهم تهريب كوميشينات غيرها اللي يشوفون هناك أكون مضايقات منكشفة في دول منطقة والجوار كلها بالإضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي في كثير من الدول الجوار فهذه الفكرة ما الآن سحبت أمريكا تكل يوم تنشر قائمة سحبت المبالغ من الخارج وبدت تستثمر استثمار الوحيد اللي موجود هو العقار بالعراق حتى المناطق الشعبية ازداد عقارها ضيحفاً فأصبح الشراء أو الإيجار عقبة في طريق المواطن البسيط يعني أجاننا الغلاء العالم فلوس فائضة وين يوديها؟ وين يوديها؟ يذبعنا أنا بالعقار ولا يتم ولا يدير الأبال ولا يفر وجه وراها فلوس جا تجي حارة منكملة يعني ما يدري بيها وين يوديها ما يوديها حاير بيك بيها إنسان اللي ما عنده بعد ما يقدر أساني عندي بيئة أردى بيئة ما زال أردى أشتري بغير مكان ما أقدر بيئة ما أقدر يعني أشوفها يعني بيتي قديمة أنا مثلا يوصل السعر يعني مثلا يريد نقول فهد مليون ونص أو مليونين من تروح بغير مناطق بثنين ونص وثلاث ملايين لازم من يجيب بعد تشمل عدم فرض القانون حول السكني إلى تجاري والمتوسط إلى ثمين والشراء إلى حلم حتى المباني العمودية التي تملأ العاصمة لا مقديرة على توفير مبلغها وهو ما تسبب أيضا ببناء التجاوزات وتحويل الزراعي إلى سكني هكذا إذن يرتفع سوق العقار بلا إجراء يضع له حدا أو سقفا أعلى للأسعار عمار غسان قناة الرشيد